لقمان رحمه الله تعالى بيقول ايه ان من الكلام ما هو اشده من الحجر في وقعه يعني اشد من انك تضرب واحد بتوبه فوش وانفذ يعني ايه وبيدخل شوف من وخز الابر شوف الابر لما حط اصباعي في جلد كده ما يدخلش لك لما تحط ابرة تدخل وانفذ ومن ويه من وخز الابر وامروا من الصبر وامروا من الايه من المر واحروا من الجمر يا الله كده الكلام كده اه فلازم تعرف كلامك ده هيكون من انهي نوع بالنسبة لشرك حياتك اللي لقمان قال عنه ولا لربنا سبحانه وتعالى وحضرت النبي اوصانا بيه وقولوا للناس حسنا يبقى الكلمة الطيبة صدقة انه من ده ولا ده ده المر ده الموجع ده المؤزي ده ولا النعمة ده الفضل ده التوفيق ده المدد ده الوسع ده تالت حاجة اختار الكلمات الطيبة انا عارف انه بقول لكم الكلام ده انتوا بتعملوا ايه بتقولوا عادين تفكروا وانا عملت في اليوم الفلاني ده كده ولا لأ وانا ممكن اعمل ده بطريقة اه انا اقدر اعمله اه اه اللي خلينا اقول ما اقدرش اعمله تالت حاجة اختار الكلمات الطيبة في بعض الاحيان عشان اختار الكلمات الطيبة وفي بعض الاحيان انت محتاج ان انت تعمل ايه تستخدم الكلمات الطيبة كده الكلمات اللي انت بتعرف ان هي بتفك اني في بعض الوقات بيسيطر على الزوجين فكرة اني اشوف ايه الاخر بتعشيرك حياتي وهيستحملني ولا لأ ولحد امتى فيبتدي تعامل معاه بسلوب صعب يضغط عليه فما يحاولش يضبط انفعلاته ولا يختار كلامه ويبقى هو ايه اللي بقى انا متعش انه هيكون فاهم انه واضغطني وده لما بتعمله الزوجة بيكون سبب والاساسي ان هي عايزة تحس بالامان فعاوزة تعرف الاي مدى زوجها عايزة تحملها ويحبها لاني مش بيبقى عندها احساس ان هي في امان انا عايزة اقولكم دي طريقة مش رشيدة لمعرفة حب الزوج لكن احنا لازم نكون عارفانها لكن الزوج بيعمل كده لازم يكون فاهم وبيكون بيبحث عن احترام وتقدير زوجته ليه فما يقسم اقدار طاعة زوجته ليه ان هي قد ايه تبقى سعبها والدته ده مش مناسب او زي ما بيقولوا مش عايزة تنسى نفسها فتعملها بطريقة فيها صعبة او هي تتعامل مع ابن الدية ودي كمان مش طريقة رشيدة لمعرفة مقدار تقدير زوج زوج زوجته ابدا ولا هي دي طريقة رشيدة في مقدار معرفة زوج تقدير زوجته ليه بلاش الطريقة دي انتوا كده هتوصلوا للنتيجة عكسية وعشان كده ورد عن الامام عليه عليه السلام قال ايه اياك ومستهجا الكلام اياك ومستهجا الكلام ما تقولش الكلام المستهجا اللي الناس بترفضه فانه يغر القلب يبقى ايه اللي حاصل ما تقولش الكلام اللي بيكرهه الشخص لقدامك لانه ده بيغر الصدر وعلى ذلك الاحب اللي زوجتك ليك هيفضل الصفاء والتأدير وعايزيت لما تتعاملوا كده لما تتعاملوا مع بعض بصفاء وبرقة مش بكلام جارح وده يضيع لما تستخدم الكلام الجارح وعلى ذلك لازم نختار الكلام رابح حاجة تعلم بقى فن الكلام وتدرب عليه على فكرة ان الواحد يتكلم دي مش موهبة ده لازم صحيح بيبقى في إنسان بنقدم عنده استعداد بس سوى لازم يتدرب عليها لو قد تقدم ورقة في شغل بتكتب في السيرة الذاتية بتاعتك ان من مهارتك التحدث بلا باقة وتجيدي العمل تحت ضغط وفي إطار جماعي وفي الحقيقة كل دي مهارات بيحتاجة الإنسان في حياته بشكل عام مش في الشغل بس إحنا بعضنا بيفتكر إن هو بيحتاجه في الشغل بس فيستخدمه في الشغل فيحس إن هو صدع من كتر الكلام الحلو ومن كتر اللباقة ومن كتر الاحتفاظ بضبط النفس فيتداي لإحنا متدربين على المهارات دي عشان نعملها في كل حياتنا فعشان كده مستعدين نتدرب على المهارات دي علشان يحصل لنا وظيفة كويسة لكننا ما بنمعاش مهتمين إن احنا نتدرب على ده عشان نعيش مع أزواجنا حياة سعيدة فالزواج أكثر احتياجاً لهذه المهارات من الشغل والزواج أهم لإن احنا بنشتغل عشان الزواج بنشتغل عشان البيت فلازم نتعامل برشد ونتعامل إزاي يبقى نتكلم بكلام حسن وكلام فيه لباقة تحت الضغوط وبشكل رشيد وإنك تعرف تتعامل مع شرك حياتك بتناغم كأنكم وحدة وحدة مش عدوين فكل شيء مهم بنحتاج نتدرب نتدرب عليه لإن احنا لو ما نتدربناش عليه مش نقدر نحصل مهارة لإن المهارات دي بتخلينا نعمل الحاجة بشكل جيد وفعال ومؤثر ولزيك احنا محتاجين نتمرن طول الوقت على فن الكلام وإزاي نختار الكلمات الطيبة لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الكلمة الطيبة وإيه صدقة فلازم أنت تختار أطيب الكلام زي ما أنت بتختار أطيب الأشياء تطلعها صدقة زي ما أنت بتختار أطيب الطعام عشان الفقير زي ما السيدة عائشة كان بالطيب الصدقة لأنها تقع في يمين الرحمن كذلك الكلمة بتاعت حضرتك تقع في يمين الرحمن قبل ما تقع في أزم زوجتك ترجمة نانسي قنقر